مجلس الوزراء تسعة عشر الفين واثنين وعشرين للفصل التشريعي الخامس الذي يهدف إلى مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ويعبر عن إرادة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر في تحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز في انطلاقتها على مبادئ رؤية مملكة البحرين الفين وثلاثين الاستدامة والتنافسية والعدالة وقد بحث المجلس المحاورة التي يسند عليها البرنامج والسياسات والأهداف التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومية لصالح المواطنين في أجوان آمنة ومستقرة والمحافظة على نمو اقتصادي نيجبي في إطار توازن مالي واستخدام أمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة ويأتي على رأس الأولويات في برنامجها تقوية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في التنمية متزامنا مع إعادة رسم لدور القطاع العام إلى جانب تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وحوكمة الإدارة الحكومية كما يعكس البرنامج طموحات الحكومة وتطلعاتها في تحقيق التوازن المالي ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والسدامة التنمية ومشروعاتها وتحسين الخدمات للمواطن الذي يمثل محور التنمية وغايتها والمحافظة على تنافسية مملكة البحرين ودورها المحوري كمركز مالي وتجاري وبعد أن تدرس المجلس كافة الجوانب المتعلقة بالمحاور والسياسات الواردة في برنامج عمل الحكومة فقد وافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس نواب وفي هذا الصدد رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة ومتابعة سموه الحثيثة التي استهمت في وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات القادمة بشكل يكفل الاستدامة الخدمية والاستمرار في التطور الاقتصادي كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلت في أعداد البرنامج وتعاون الجميع من أجل تحقيق غاياته وأهدافه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر